شهدتها الأسهم الإماراتية اليوم في أولى جلسات التداول بعد إجازة عيد الأطحى قيم التداول تخطت الملياري درهم في السوقين سوق دبي أغلق على ارتفاع عند عالم مستوياته في خمس سنوات سوق العاصمة الإماراتية بالرغم من الارتفاعات خلال الجلسة أغلق على بعض التراجع بـ 13% لاحظوا التراجع في نهاية جلسة اليوم على مؤشر سوق أبوظبي 3830 نقطة على كل حال الضغط في أبوظبي أتى من بعض أسهم البنوك عيدا تراجعا على بعض هذه الأسهم ولكن أسهم العقار أغلقت كلها على ارتفاع كذلك أسهم الطاقة وسهم اتصالات القيادي أيضا ارتفاع بـ 19% تقريبا 5.5% أو 5.3% على سهم الدار العقارية والخليج الأول من أسهم البنوك تراجع أكثر من 4% طبعا هذا سهم مؤثر في أداء السوق قيم وأحجام التداول في أبوظبي شهدنا قيم فوق 500 مليون درهم 576 مليون درهم في أبوظبي عبر تداول 341 مليون سهم هذه هي الأسهم النشطة في سوق العاصمة لهذه الجلسة نلقي نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في سوق أبوظبي لجلسة اليوم الشاق العقارية الدار العقارية رأس الخيمة العقارية أسهم العقار تتصدر اللائحة وكلها على ارتفاع دانا غاز من قطاع الطاقة بـ 43 مليون سهم أيضا وسهم الواحة على ارتفاع بـ 23 مليون سهم أبرز التغيرات السعرية في سوق أبوظبي نلقي نظرة عليها الإمارات للسيارات ارتفاع بـ 15% دانا غاز بـ 4.7% سهم طاقة أيضا من قطاع الطاقة بـ 1.5% ومن قطاع البنوك أبوظبي الإسلامي الشارقة الإسلامي على ارتفاع أيضا بالنسبة للقائمة الحمراء الهلال الأخضر تراجع بـ 10% أيضا من قطاع البنوك هناك أسهم متراجعة التجاري الدولي الخليجي الأول وطبعا هذه الأسهم ضغطت على أداء السوق لهذه الجلسة بالنسبة لمؤشر سوق دبي اليوم عند أعلى مستوياته في 5 سنوات أيضا أغلق قريبا من أعلى مستوياته لهذه الجلسة نتحدث عن 1910 نقاط تقريبا لمؤشر سوق دبي وارتفاع بـ 2.8% طبعا الارتفاعات في الأسهم الإماراتية اليوم تأتي على خلفية أخبار جيدة من الأسواق العالمية سمعناها الأسبوع الماضي مع حل أزمة الديون الأمريكية والموازنة الأمريكية أيضا هناك تفاؤل في أوساط المستثمرين حول نتائج الربع الثالث للشركات التي لم تعلن بعد في سوقي الأسهم الإماراتية أربتك ارتفاع بـ 2.7% سهم سوق دبي المالي أيضا وإعمار ارتفاع بأكثر من 3% على كل حال رأينا ارتفاعات جيدة أيضا في دبي على أسهم العقار بشكل عام قيام وأحجام التداول في دبي مليار وستمائة وستين مليون درهم طبعا قيام مرتفعة وأيضا أحجام تداول مرتفعة تقترب من مليار ونصف المليار سهم الأسهم النشطة في سوق دبي لهذه الجلسة أيضا كلها باللون الأخضر بيت التمنير الخليجي ديار للتطوير والاتحاد العقارية على رأس هذه القائمة نظر على أبرز التغيرات السعرية في سوق دبي لهذه الجلسة فقط خمسة أسهم أغلقت اليوم على تراجع شعاء كابتل أراميكس السلام البحرين ودار التكافل في حين أن القائمة الخضراء طويلة عليها دبي الإسلامي دبي للاستثمار ديار للتطوير والاتحاد العقارية وطبعا عدة أسهم أخرى الآن نظر على أسعار العملات الرئيسية بعدها نتابع